السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن موضوع يمكن يكون جديد بعض الشيء ولكنه حديث العالم خلال الفترة الماضية الميتافيرست وعلاقته بالرياضة الميتافيرست طبعا انطرح بقوة خلال الفترة الماضية وهو عبارة عن مساحة افتراضية للجماهير والناس كافة يتفاعل من خلالها هؤلاء يعني من خلال بعض الأدوات التكنولوجية من خلال الواقع الافتراضي والواقع المعزز وفي المستقبل القريب رح نشوف نقلة نوعية كبيرة لعلاقة الجماهير اللي هم في الأساس القائمين على استهلاك الرياضة أو مثل ما يقال زبائن الرياضة كمشاهدين كمتابعين وغيرها طبعا الشركات الكبيرة والماركات الكبيرة اهتمت تمام كبير أيضا بهذا الجانب وخذت مبادرات يمكن تكون حقيقية وملموسة وما كنا نتوقعها على سبيل المثال لما شركة أو مؤسطة ضخمة بحجم فيسبوك تغير المسمى إلى ميتة إذن هناك شيء قادم من أجل توسع وتقديم خدمات أكبر للجماهير من أجل مشاريع مستقبلية أكبر وأكبر تدر طبعا الربح وفي نفس الوقت تخلق هذه المساحة الافتراضية التي يحبذها الجمهور الرياضة بشكل عام على اختلاف أنواعها وأشكالها ومسمياتها على مستوى العالم طبعا كيف ستؤثر الميتة فيرست على المجتمع الرياضي طبعا مثلا تعدد أنواع الوسائط اليوم التكنولوجية رح يكون هناك تأثير لأنه رح يكون فيه جزء كبير من الخيال يعتمد على وجود استثمارات ضخمة ويعتمد أيضا على استهلاك وقت كبير من المتفرجين بدلا عن أن يكونوا ممارسين طبيعيين سواء كان للرياضة أو كان حتى للوصول إلى المنشآت الرياضية لمشاهدة هذه المباريات من ضمن الجوانب اللي تأثر فيها طبعا مكانية اجتماع عشاق الرياضة بشكل عام مع شخصيات افتراضية نحن نشوفهم من محبينهم ومن النجوم الشراء وارتداء السلع الرياضية مع عنديتهم المفضلة وخراجها بشكل يعني كبير جدا مثل ما نرى اليوم التسابق على التطبيقات الموجودة التكنولوجية على مستوى العالم الاحتفال بالانشطة الرياضية مع المشجعين على مستوى العالم في نفس الوقت إذا كان فريق أخذ البطولة في مثلا أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو في الأمريكية أو حتى في قارة آسيا وغيرها من الممكن أيضا أن نعيش هذا الجانب من خلال الميتا فيرس ومن خلال الواقع الافتراضي المعزز أيضا مشاهدة الألعاب والأحداث عن طريق العالم الافتراضي الموجود بعض الأندية وبعض المؤسسات الرياضية فعلا أقدمت اليوم على خطوات ملموسة في هذا الجارب وأنا أتمنى أن يكون هناك أيضا يعني خطوات ملموسة من بعض الأندية العربية الكبيرة التي لها قاعدة جماهرية ضخمة ويتم الاستثمار في هذا الجانب اليوم نتحدث عن مانشستر سيتي على سبيل المثال مانشستر سيتي أصبح أول نادي الكرة القدم يعلن عن إنشاء ملعب الاتحاد فعليا في ميتا فيرست وهذا يسمح لمشجعي فريق كرة القدم بمشاهدة المباريات مباشرة دون الحاجة إلى الدخول بشكل جسدي إلى الاستاذ وفعلا بدأ التطوير في هذا الجانب مانشستر يونايتد أيضا مانشستر يونايتد بدأ في إنشاء وتسويق سلع المعجبين الرقمية ويمكن شراء هذه بوسط المعجبين ويتم شراء هذه السلع وفق رموز معينة إحدى الشركات الضخمة والعملاقة في هذا الجانب شركة نايكي شركة نايكي أيضا كانها دور كبير في هذا الجانب وقامت بفتاح أول متجر خاص بها في عالم ميتا الافتراضي وتستعين الشركة بالواقع المعزز والذكاء الاصطناعي لتطوير أيضا منتجاتها اليوم بشكل كبير وتستثمر فيه مليارات في هذا الجانب أيضا نايكي تقدمه في هذا المجال أصبح كبير جدا بعدما حصل أيضا استثمارات ضخمة على مستوى الأدوات والأجهز والملابس التي تبيعها الشركة نايكي خلاصة القول في هذه الوقفة من ثقافة رياضية أن اليوم نتحدث يمكن جزء كبير من مساحتنا نتحدث عن التطوير القادم نتحدث عن مكانية استخدامنا لثقافات العالم ومواصلة العالم من أجل تطوير رياضتنا العربية إذن يجب أن نخطي خطوات ملموسة ولا نقاوم هذا الواقع بقدر طبعا على سبيل المثال بالنسبة للاحتكار المسمى أو تار الماركة الموجودة للنادي أو شعار نادي وليجب أن نطرح أشياء جديدة ومجتمعنا العربي مجتمع شاب يقبل مثل هذه التحولات إذن يقبل التحول أيضا على مستوى الأدوات والأجهزة والفكر واستراتيجية العمل في أنديتنا وفي اتحاداتنا وفي مؤسساتنا الرياضية من أجل استثمار أيضا هذه الطاقات لتحقيق منجزات أكبر لما هو قادم ستوقف عند هذه النقطة وإن شاء الله نكمل حديث في الأسبوع القادم شكرا وإلى اللقاء